بتصلي؟ الإجابة على السؤال ده هتكون بين ثلاث حاجات أه بصلي؟ لأ ما بصليش؟ بقطع في الصلاة طيب لو سألنا نفسنا سؤال تاني محدد شوية هو إحنا ليه بنصلي؟ ممكن برضو تيجي في بالنا إجابات كتير وعلماءنا الأفاضل بيعلمونا الحكمة من الصلاة ونقعد نتكلم في حكمة مشروعيتها كتير قوي لكن فيه إجابة الحقيقة تحضرني ونفسي إنها هتكون وصلة للناس كلها وهي إننا بنصلي عشان ربنا أمرنا بالصلاة بس اللي هو أنت تبقى عارف قدر نفسك أنا عبد وفيه إله عظيم كريم أمرني بالصلاة فبامتثل للأمر ده فبصلي أنا شايف إنها أسهل بكتير لو حسبناها من المنطق ده أو من المنطلق ده فأي حد ما بيصليش يسأل نفسه هل أنا ربنا عز وجل لما أمرني بالصلاة وأنا مأثر في موضوع الصلاة أو مش عايز أصلي المبرر بتاعي إيه؟ كسل؟ انشغال؟ فطور؟ كل الحاجات دي لما أجي أحسبها هل هي مبرر إن لما ربنا يأمرني بحاجة أقول لا والله أنا مش قادر مش عايز ما فيش وقت مشغول ربنا يهدينا جميعا ونصلح كده ونراجع نفسنا دايما